ويفضل نصر الله سبحانه وتعالى لينا في البلد المحروسة سر عجيب بيجعل هذه البلد فيها من مدد الله ما لا يعلمه إلا الله هذا النصر اللي هيفضل شاهد على الرباط اللي بينا وبين الله قالوا إنا مش هتقوم لكم قومة قلنا لهم ومعنا القيوم والذي لا ينام فقمنا بالله سبحانه وتعالى ونزارج انفجرت قلوب الناس بالفرح بالنصر لأنهم علموا أن هذا لا يكون إلا من عند الله النصر إلا من عند الله نعم خططنا ونعم بذلنا ونعم استخدمنا كل الوسائل التي كانت موجودة قدامنا وأخذنا بالأسباب إلى المنتهى ولكن يبقى بسم الله الله أكبر بسم الله فنصر أكتوبر وشهدائنا وأبطلنا في كل وقت بيعلمونا أن احنا نبحث عن المعنى اللي نعيش من أجله ولذلك الجليس هنا اللي احنا بنجلس بيه النهاردة المعنى أكتوبر بيعلمنا أن احنا نعيش ونفضل عايشين بالمعنى مهما كان نعيش بالمهما كان في ناس عاشت الحياة بمعنى أني لابد أن احنا نفنى من أجل المصلحة لكن احنا نعيش بمعنى تاني أن الله طيب ولا يقبله إلا طيبة فحسينا أن الطيابة بتخلي لحياتنا معنا أن احنا نكون طيبين أن نكون في سلام ورحمة ولطف ولين وحسينا وفي ناس كتير في وسطنا بيحسوا أن الطيابة بابهم وأنهم يحسوا أن في وصل بينهم وبين حضرة مولانا سبحانه وتعالى وفي باب يتفتح بسر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سموا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون لكن سعاد تيجي النفس الأمر بالسوء للأسف للأسف فتفسد على الإنسان المعنى ده وتعلمه أن الطيابة غباء وتشوه له الحياة وتحرق قلبه بنار الصراع ونار الخوف على الفرص اللي تضيع منه لما حد ييجي يدوس عليه فيحس أنه أصبح إنسان قاسي ولازم يتحول إلى إنسان قاسي ويحس أنه مبعيد عن الله أو رجل أفساد تتعاليه نفسه معنى الرجولة اللي بيخليه إيش حياته إنه يكون راعي للناس وراعي الأهل بيته وراعي الأولاده وبحكمته وبحنانه واحتواءه فتيجي نفسه تعلمه إنه عشان يكون راجل لازم يكون مسيطر وقاسي القلب وصوته عالي وينفر أهله ويتعصب عليهم ويضيع التآلف والحنية والإحساس بالأمان والسكن والمادة ويبقى البيت كله نار عشان هو يحس إنه هو لي وجوده والمعنى هو اللي بتجد فيه إن قلبك فيه راحة مش قلبك مليان نار وديق وكآبة ويجعلك تتقبل إن أنت عبد وتقبل على الله سبحانه وتعالى بالعبودية كلنا بيطلب راحة البال وراحة البال بتلاقيها لما بيكون قلوبنا عايشة بالمعنى اللي بيجعل قلب كل واحد فينا موصول بالله وعشان كده هذا النصر بيعلمنا الانتصار عن نفس بيعلمنا الخروج من ديق النفس وإن الحياة من غير معنى معاناة وإن الحياة من غير معنى توجعنا وإن الحياة من غير معنى ألمها لا تخف ولكن تزداد وتسقل وتكوى القلوب وتكسر وتكسر العظام لكن الحياة بمعنى نتحمل بها كل الألام حتى لو نعضي كل الأهوال بس لما يكون في معنى أكتوبر علمنا المعنى طب نعمل إيه عشان نعيش بله